السلام عليكم ورحمة الله كيف داري لبس عليكم انتمنىكم تكونوا كاملون بخير وعلى خير وبداية اسبوع موفقة للجامع ان شاء الله في هذا الفيديو سنشوفوا مع بعضياتنا اقتراحات الاسبوع كامل كجمع ما بين غدا وعشا افكار اللي هي بسيطة وفي متناول جامع وديل هاد الوقتة هدي او لا ديال هاد البرد اقتراحات اللي متنوعة والديدة ووجد اقتصادية في متناول جامع علاقة جيب وعلاقة اليد ان شاء الله خليكم معي اخوتتي من الولدة الاخير وما تنسونيش فضلا من شجيعة ديالكم الله يجازيكم باخير من بابي التشجيع والتحفيز ومرحبه بالاخوات اللي انضموا اجداد القناة مرحبه والف مرحبه ولكن تختي اول مرة غادي تشوفي القناة ديالي وعجبك المحتوى فضلا فعلي الجرس بالطريقة الصحيحة باش تبقي توصلي دائما بجديد الوصفات والحلقات وكان اكد لكم اقتراحات ولا افكار بسيطة في متناول جامع تغيروا بها ان شاء الله في الوجبات ديالكم الغداء اولاء العشاء سوف نشوفوا مع بعضياتنا الفول او لا البصارة بالفول والجلبانة يعني كجل دياله خصوصا المزيج ما بالفول والجلبانة كيعتها واحد لده ومده قسر لي كيخليها كجزوينة دائما ما كان ساكمش من العصائر اللي كان نوعو بها الاطباق ديالنا وغادي نشوفوا مع بعضياتنا الكبتة مشرملة ممكن انكم تدروها صندويتشات الوليدات او لا تقدموها توجيين او لا في الطبق كيف كتشوفوا معي ما غاديش ننسى الوليدات من كروكت ديال الروز اللي في متناول جامع بسد وكيخرج كمية كبيرة ممكن تحتفظو بها في المجمد واتخليوا الوقت اللي بغيتوك تجبدوهم وكتقليهم اللوليدات ديالكم صدقوني كجيول دادين ما فيهم لاكترة مكونات لها مقادير كتيرة بساطين بالروز فقط يعني واحد الكمية كبيرة ديال هادلي كروكت هدي متأكدة بانهم غادي يعجبوكم ويعجبو الوليدات ديالكم يعني غادي نزيدو عليهم بعض الاضافات مثلا سلطة او لا يعني شي حوي جب حال هكا وتعطيهم لهم سواء المدراسة او لا في البيت ديالكم منزيدو نطول عليكم اخواتي يعني يعني اعطيتكم تقديم بسيط لي اشنو ممكن يكون عندنا في هاده الاقتراح الي هاد النهار او لا في هاده اسبوع نبدأ ولعب الله الطبق الرئيسي الي غادي يكون نهر الاول اللي غادي يكون اللو بي سهراء بالفول وجلبانه عندي كميه ديالفول الي كنكون رطبتها بطبيعة لحال الليلة من قبل للفول ولا الجلبانه يبسين ك نرطبوهم ليلى قبل كميه الفول تكون كثير من جلبانه مثلا نسكيل الفول لدينا رابعة جلبانه نرطبوهم و نغسلوهم قبل مزيان حتى تخلصوهم من دكش اللي يكون فيهم و من بعد نرطبوهم اليوم الثاني سنوضعوهم في تنجرة الضغط سنوضعو اليوم كميه الماء فاش سيطيبوه ضروري رطبوهم اخوتي الله يرضى عليكم باش هكا كتجي ارطبا ما كنحتاجو لنطحنوها لولو قد نضيف لها كميه التومه تبقي التومه بزيل انا مثلا عندي هنا يجو زليف ديال الفول عندي زليفة ديال جلبانه و نديرو القياس ديال المال اللي غدي يطيب لنا فيه و نشعلو عليها و نشعلو عليها و نردو البال قبل ما تجيب الغلية ندير واحد الرغوة اولا واحد الكشكوشة هاديك الكشكوشة اولا الرغوة نحيدوها ضروري نحيدوها المرلولة و نقضيو شي حاجة احدانا في المطبخ نحيدو ذيك الرغوة البيضة ما تبقاش تبقينا ذيك الكشكوشة نضيف زيت البلدية و نضيف شوية ديال كامون في الأول كنديرو غير طريقة ديال الكامون سوف نسد الطنجرة ديالي يعني الملح و الكامون و الزيت البلدية و نسدوا الطنجرة و نقصوا لها على البطن خليوها طبع المهل سوف نرافق هاد الوجبة ديالي عندي البطاطا الصغورة اللي بالقشور ديالها سلقتها نصف سلقة و نقطعها على جوج بالقشرة ديالها يعني كيف كتشوفوا معي سوف نرشها بشوية ديال زيت نباتية و هنا عندي اعشاب مناسمة و اولا عندنا العطرية ديال الحوت نكون جامعها في قريعة فيها تحميرا فيها الكامون فيها السودانية سوف نرشها بشوية ديال زيت نباتية و ندخلها الفران سوف نرافق طبق ديالي بالحوت ديال الشرن انا كعجبني السردين و الشرن اخواتي شكولي كتبغي السردين و شكولي كتبغي الشرن تقولي انا كنبغيه في تعالق سبحان الله كان بعض الاخواتي تقولي انا درت اليوم غسر دين او لا درت غير الشرن انا روما كان كراش غسر دين و الشرن عزيز عليها كان دير ليه شرمولة العادية المغربية عندنا الربع مقطع و ثومة يعني مدقوقين انا يا درت واحد شوية و كان عندي واحد شوية في زليفة يعني في تلاجح تهوزته توابل عندنا تحميرا عندنا شوية ديال كامون عندنا سودانية و بالنسبة للشرن عند مو الحوت يحييض لنا القشرة ذيك الجلدة اللي كتكون فيه شوية ديال خرقوم و عندي قطرات ديال عصير الحامض شوية ديال قصبر يابس و شوية ديال هريسة دائما كنغلب قصبر على المعدنوس في الحوت خصوصا هاد النوع ديال السمك اللي كيكون اسود بحال هاكا ولا كيكون الحوت الزرق كنغلب القصبر سوف نشرمل هاد لحبات هكايا او هاد شرن و كنحاول ان ندخل فيه العطرية مزيان و من كيكون عندنا ذاك شرن صغور كيكون لديد يلا عندنا الوقت غدي نخليه من الاحسن نخليه حتى كي يتشرب مزيان سافي غدي نغتاع له بلاستيك غذائي و نخليه ياخد حقه في هاد العطرية غدي ندوز نوجد صلطة باش نرفقو هاد الحوت ديالنا عندي حبة ديال الخيار عندي فجل طويل دابا لوقيتها ديال وراه كاين و عندي حبة ديال البصل اللي هي صغيرة وراه و بالنسبة له هاد الفجل قسمتها غير على جوج و كنقطها ها كيف كتشوفوا معايا حبة ديال ماطيشة شوية ديال الخص اللي قسم الله سوس فينيغرات عندي الخل الحامض ازويته و عندي ضريس ديال تومة و شوية ديال الخل و ضريس ديال تومة كنضغط عليها بالقشرة دياله و لوقيت هاد البرد هادي كنبغون ناخده كل ما اخذينا التوم بطبع الحالي لك يبغي هوليداتكم غير ديروه و ما كيبانش بصراحة ما كيبانش بصراحة ما كيبانش هوا غدي ندير ذاك دريس ديال تومة و نخليه يعني هادي هادي كسوس فينيغرات ما غدي نديرها حتى غدي نبغي نقدم السلطة ديالي هنا اجبة التبصيل بفاش غدي ندير يعني الخلطة اللي غدي نمردو فيها الحوت ما احسن ما لقي شي محسن من هادي تبصيل ديال البروس التبصيل ديال البروس او المتثبات قاتل سليم مختي و ايش باقي عندك تبصيل ديال البروس هادا ضروري يكون عندنا في بيت كل مغربية باش كننقى والزنجلان باش كننقى والعدس انا بالنسبة ليه ضروري ضروري يكون ايو وقت ليه اي جين تايا اليوم غدي تخدم معايا هادي تبصيل هادا طحين و سميدة رقيقة و سميدة رقيقة و سميدة رقيقة سميدة رقيقة و دائما نحيد الفائد نحيد الفائد بالنسبة الفول نعطيها حتى نحل عليها لا نطحنها موالو صفيرها و هنا سوف نقل الحوت الوصفة بالفول والجلبان والجلبان بالإضافة جيدة سوف نتقسم وصفة البصرة بالفول والجلبان بالإضافة جيدة سوف نتقسم نعطي كل مرة فكرة كيف يمكن أن نطيبها و ضروري ضروري البصرة بعد ما طيبنا الشرن في طبق تقديم نضيفهم على هذا الشكل والبطيطرة في الفران نضيف المحمر حمرة و نضيف الملحة كيف يمكن أن نضيف الملحة و اضافة و BUCE و زيت و زيت و زيت و زيت و زيت و نضيف الملحة و البطاطا جيدة بالقشور ديالها دائما كنعود نذكر بها الاخوات لانني كنديرها ونعودها كينين بزاف الاخوات كيلتحقوا بالقناة جداد يعني ما فيها بس انني نعود نذكركم بهذا الوصفة وهنا عندي العصير ديال خيز زوم مسلوق اللي تقسمنا فيديو سابق ونستحسن العديد من الاخوات جربوا بزاف ديال ابنات معي في مجموعة ديال واتساب وحخلوا تطبيقات ديالهم رائع بمعنى الكلمة وكيخلي او لا كيخرج كمية كبيرة يعني كيجي ممتاز هاد العصير ديال الجزل صدقوني اخواتي غير جربو هنخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف البصرة ديانا بعد ما جانسات وتقدت كندوقوها بطبعة الحل كنقدموها على هاد الشكل هادا وضروري كنرفقوها بشوية ديال الكامون والزيت البلدية وشوية السودانية اللي كيبغي الحار وهنا يا عندي المزيودة ديال الفلفلة حرر اللي رقدنا مع بعضياتنا دائما سبحان الله كتكون شي حاجة موسمية يعني الوقيتة ديال الفلفلة حرراء كنحتاجون ناخدو لقطنية كيجيوا مع بعضياتهم ضروري كنوجدوها بشو كنرفقو بها الاطباق ديالنا تقسمتها معاكم كتوجد في واحد الوقت قصير يعني في خلال اسبوع كتكون واجدة الاخوات اللي بغوا الرابط ديال هنخليها ليكم ان شاء الله في صندوق الوصف جوج طرق التحضير اولا كيفاش كان وجدو الفلفلة حراء مرقدة حتى ذاك الزويتة اللي كنكونوا رطبنا في اولا اللي خللناها فيها اولا اللي رقدناها فيها حتى هي كان نرافقو بها الطبق ديال نولا كنهزو منها شوية وكنديروها فسط من هاد القطنية بصفة عما سواء العدس اولا الفول اولا البصارة هذا اول اقترح ديال هاد النهار اليوم الاول اللهم اديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب قلوا امين اخواتي سنتقسم معاكم فكرة زوينة وسهلة واقتصادية في متناول جامع كيفاش نوجدو تواجين ديال الكبدة ديال الدجاج ما فيه لا زفورة ما فيه لا شي ما دقلي ما زوينش بالعكس الوليدات غادي ياخدو في صندويتشات وما غاديش يعرفو اشنا هي ديال الكبدة خصوصا انك تكون في نهارها يعني كي يبيع الدجاج بحلقة كي يعزلينا ديال الكبدة مع القليبات بوحديتهم داك اللي يجمع ليا النهار كامل كناخدو ممكن جيني 20 درهم ممكن 30 درهم كدلينا وجبة هناك شفتوا معايرة اني قطعت واحد جوج حباتي البصل يعني مكعبت صغيرين وعندي بقيت ساهية كنقول حديتهم مغزل حديتهم مغزل كان هضر معاكم انا خايدة عندي فلفلة قطعتها ارقي وقاء سيور كيف شفتوا معي ما الاحسن كتكون ديال البلدية الصغيرة وراء اللي ضغية كالدوب وشوية ديال الربيع القصبر ومعت نوس البصلة ندرتها في المقلة وضفت لها شوية ديال زيت ناباتية مع شوية ديال الملحة وخليناهم كيتشحروا وانتو ما شوفوا معايا الكبدة كنغسلها ودك القلب كنحلو من الدخل كنحيدو دك الدم اللي كيكون مجمد فيه والطريقة باش غاد ينطيبوها اخواتي رافيها بزاف ديال الطرق مره كنغليوها ولا كنجيبو فيها الغلية مع وريقة ديال سيدنا موسى مع فالطريقة ديال توم اليوم غاد ينطيبوها مباشرة ولكن باش غاد يجينا اه سامطة ما كتتحل ما كتتجي مهرية ما والو اه ردو البال معي فالطريقة ديال الطياب دياله الاخليب كنقسمو غير على جوج كنحيدو كيف قلت ليكم منه دك العريق لي كيكون فيه ديال تم شوفوا معي الكبدة كنقسمها بشكل طولي وما كنقطعوهاش طريفات صغوري كل مثل كنص كبدة كنقسمها على جوج وراها صحي يا اخواتي ونفس المكونات اللي كتكون في الكبدة ديال الغنمي او ديال البقري او ديال الجيش ارا هم عندهم نفس المكونات او للقيمة الغدائية فهاد الوقيته كتكون لبصلة كتشحر يعني غد يتنزل هديك لبصلة كم قند فيها ونجيبها حتى غد يتنزل كيف كتشوفوا معي ومن بعد غد ينضيف ليهم واحد الضريس ديال التوما او لجويجات بطبعة الحال على حسب الكمية اللي عندكم انتوما ديال هات الكبدة او للكمية ديال الكبدة كنحيرو اخواتي شنو ممكن وجدو دائما اهني كنتقسم معاكم افكار اللي هي بسيطة ماشي شي حاجة اللي كتيرة بسيطة كيف كننطيبها انا في البيت ديالي كنتقسمها معاكم كتنزل لنا هاد الفلفلة غير شوية خصوصا كيف كنت ديكم كتكون ديك الفلفلة ماشي مخنفرة غليضة كتكون رقي وقع غدي ينضيف ليها هاد القطع ديال اللي كبدأ سوف يكون هنا في هاد النقطة هادي او لف هاد المرحلة انكم سفي غير تقدوها في المقلة ما تبقوش تقلبو فيها او لما تبقوش تحركو فيها خليوها حتى كتبط رسها مزيان غدي نضيف ليها واحد وريقة ديال سيدنا مساء ولا ديال الرند وغادي نخليها حتى كنقولو كتشمع من الجهة السوفلة غدي نضيف شوية ديال زيت البلدية سفي اعاد غدي نقلبها هنا راح نيرك نسر علمه راح يلأمنتو مخليوها تشد راسها باش مجينش مدقدقة وتبقى القطع باينين وتشكل ديال هاكي يبقى زوين مباشرة غدي نضيف دباء في توابل عندي تحميره عندي القصب ريابس عندي شوية ديال سودانية ولي عندكم ديك تحميره المدخنه نديروها ترجي زوينه شوية ديال خرقهم ومني كان بغي نقلبها كان نقلبها اعلمها ما نعصدوهاش كيف كان قولو ما ندقدقوهاش نيشان بهذا المفهوم هذا ما تكيسو عليها وانتم ما كتقلبو فيها هذا الشي اللي بغيت نقول لكم حتى كنشوفها اراها صفي علي نطيب ما كنتاخدش واحد الوقت كبير في اخر مرحلة كننضيف شوية ديال الكامون وشوية ديال الاربع اللي قطعت كننضيفوه في اخر مرحلة صفي غدي ندوز نوجد واحد العسر اكسبرس تقسمته معاكم مش حال من مرة ونعود نذكره به بعضياتنا اللي هو عسر حمضة وجوج دفاحات الحمضة مغسولة مزيان القشرة الفقانية هي اللي غدي ناخد هنا رمشي تنبدل الموس لانا سبحان الله مني كان بغي نسجل شي فيديو ما كيبان قدامي دك الموس لكيكون حافي هو اللي كان هزفي ديال كاعص صبني عاد كمشي نقلب على موس اخر كان نحيدو ديك الجلده البيضة ضروري نحيدو هن تخلصو منها ما تكونش عليك الجلده البيضة هي اللي كانتعطينا المرورة هنتو مالكيميا غنحيدها و بالنسبة للتفاح كان غسله جوج دفاحات كان نحيدو اليوم غدا كل الدخلان اللي كيكون فيه العظيمات و كان نخليها بالقشرة ديالها بغيتو تقشرها قشرها على العموم انا غد ينطحن كل شي و غد ينصفي كل شي يعني إلا بغيتو ما تحيدو القشرة من لول حيدوها ماشي مشكل نضيف كمية ديال الماء و شوية ديال السكر او القياس ديالنا ديال السكر واحد جوج معلق في البداية كانتحل كل و من بعد غد ينصفي و ها هو العسر ديالنا اكس برس كيف قلت هادا يكون اقترح لوليدات ساندويتشات بعطيهم ساندويتش ديال هاد الكبتة و رفقوها لهم بكويس ديال العسر منيك اتضوقوا العسر ديالكم خاسكم كمية ديال ما تزيدوها خاسكم شوية ديال السكر غد ينزيدو هادا هو العسر ديالنا يعني واحد سيدخوناد اللي هو زوين و صحي شي حاجه مصيبينها عليدينا و بسيد في متناول جامع تقسمت معاكم في الفيديوهات السابقة يعني ديال اسبوع الماضي و اللي قبل افكار متنوعة في العصائر و التحليات تحليات ديال الكاكي او الديسير ديال كاكي العصر ديال الخيار اه مع الخص اللي جلدي ديال وليدات محسوش به قاع شنو فيه يعني اجربوه البناتور دعو لي الخبار وها هو اه الطبق ديالنا ديال الكبدة مشرملة رفقتها بشوية ديال زيتون الحامض مصير ومزيودات الفلفلة حرر اللي ما كان استغناش عليهم فيتامين سي حاضر بغيتو تقدموهم على هاتشكل او لفطواجين بغيتو تديروهم اه صندويشات يعني كتاخدو الباقيت هكا يواجد او لا كتوجدوه او لمخيمرات غدين توضعو شوية ديال الخص وكتحطو داك القطع ديال الكبدة معاهم ديك البصيلة معاهم الفلفلة كي يجيو ممتازين ان شاء الله افكار كتيره في تحضير او لا باش نوجدو هاد شرائح ديال الكبدة ديال الدجاج نتمنى اخواتي نكون نعطيكم افكار اللي هي سهلة وبسيطة وفي متناول جامع وكيف كنقول كنحاول انني النوع وشكرا الاخوات اللي كي خلي وليات علي قد زوينا شكرا لكم الله سهلة لكم الله يجازيكم بخير شكرا لكم انا متأكدة ان شاء الله منين غادي نجربو هاد الوصفة غادي اتعجبكم وهنا غادي نزون وجدو الكروكيت ديال الروز للوليدات لنا والوليداتنا غادي ناخد كمية ديال الروز الكمية غير محددة غادي نديرها تسلق بطبعة الحال كان نرتبوه في واحد الكاثرون باش كي طيب لنا بسرعة نضيف له كمية ديال الملح ومنين كي تسلق غادي نصفيه وهنا غادي ندوز ما مطورش معاكم المرحل يعني يضغيه والجتس نصفي غادي ندوزه باش نطحنوه انا كنتحنوه في الهاشواغ هادي عندي ديال الزاج مع شوية ديال ملحة شوية ديال بزر وبطبعة الحال مني كنصفيوه هنا باقي ساخن انتوما خليوه يدفع على حسب الهاشواغ اللي عندكم او الطحان اللي عندكم نتحنوه في الهاشواغ بحال هاكا وبالنسبة الروز ماشي ضروري يكون غلاسي او لشي نوعية تخدموه غير بذلك المهرس العادي كي يكون مزيان غادي نضيف عليه ثلاثة القطع ديال الجبن او لربعة القطع ديال الجبن على حسب الكميه اللي عندكم انتوما ديال الروز صفيكا نطحنوه حتى يرجع لنا اه يعني واحد العجين اللي هو متجانس ومتماسك تحبسو شوي على الهاشواغ وكتعودو تهبطو كل حبيبات اللي كتلعوه هنا ديال الروز في الجوانب وكتصفي كتعودوه طحنوه مزيان حتى كتشدو واحد الكميه ولكمشا فيديكم كتباليكم انها صفرها معجنة وكيف قلت لكم الروز العادي اي نوع عندكم ديال الروز وضفوه صفيكا فرقتوه في واحد سوبيرا او لبانيو شوفوا معايا كامقي صوفيد ديال قلقاه انه متماسك سوف ناخد واحد الكويرا ونوضع فيها طريف ديال فرماج متلات يعني حب وحدة ديال فرماج متلات ممكن تقطعوها على خمسة ديال القطاع طريفة صغيرة اللي تعمروا بيهم هدك الكويرا ديال الروز سوف ناخدها في الراحة ديال يد ديالي ونبدأ ان نكوره الى بالكم الروز كيتلسق في يديكم سوف ناخدوا واحد شوية ديال زيت او لشوية ديال لماء ودهنوا به هذا الكف ديال يديكم او لراحة ديال يديكم وما تحتاجوش غير بقاو تمسحوها هكا بمعلقة وخدموه يلجاكم الروز كيلتسق لانك تكون فيه كمية ديال نشا كان شكل كويرات على هاد الشكل غنساليهم كاملين وغادي نوضعهم في المجمد يبقاو في المجمد مثلا ربعات سوايع او لثلاثة سوايع على حسب المجمد ديالكم وكيف قلت هادوك يكونوا تحضير مسبق كان وجدهم الوقت اللي بغيناهم كان نقاوهم هنا بعد ما اقصحوا لي هاد الكويرات خليتهم محضر بعديل سوايع عندي هنا لشابلوك عندي لبيض وعندي دقيق شوفوا معي كان بقى نفكهم لانهم مراهم اه اه اقصحوا ولو يابسين حجرة بحل الكويرات بحل شتينيسات كان نقصها كان لقاها كانت تقرقب سوف يبدو اول حاجة بالدقيق ثانيا عاد غادي ندوزون البيض البيض واحد على حساب الكيمياء اللي عندكم جوجو بيضات كتربوهم زياد نزيدو في محطريت خاديين اللي مليحة ولا بغيتو شوية ديال اللي بزار وبنسبة لشابلوك رعندي اه الباكيت طحنتو وازد فيه سميدة الغليضة عندكم توم الخبز مطحون عندكم لشابلوك وواجدال مهم كي يبقى لكم واسع النظر انا هنا يتقسمت معكم اشنو دفت يعني لي الباكيت كيت فلفران كتبقوا تدخلوه دائما حتى كي يقصح ومنبعد طحنوه في الهاشواغ او لحكوه في الحكاكة ديال ماطيشة وغربلوه وممكن انكم ديرو حتى في المجمد كي يقصح ومنين كتجبدوه طروفة كتطحنوه سافي كنبدأ ان مرر كيف كتشوفو معايا كندير في الدقيق كنعود في البيض وكندير في هادلة شابلوغ هاده هادو كينفعوكم لوليدات وكيف مما يمكن لكم ترفقوا بهم منيك تكون شعراضة او لضيافة كيرفقوا الاطباق ديال المناسبات يجيو هادليك خوكات يعني مزيين لكم الاطباق ديالكم هنا باش كنت تحكم فيها اكتر حاولوا انكم نمدلوهم في البيض كتتحيدوا الفائد ديال البيض سوسوء علش مما قديتو بحال هكا كتديروا واحد اربعة ولا ثلاثة في البيض سافي وعاد كتتحزوهم وتحطوهم فلا شابلوغ او للخبز المحمص وحاولوا انكم تبتو هاد يعني هاد لشابلوغ على هاد الكويرات مزيان يعني شدو الكورا بين يديكم وتبتو فيها هاد لشابلوغ مزيان ما كيتحلوا لا في الزيت لوالو ذلك الجبن او لذلك طريف ديال الفرومج اللي كان ديروا اليوم في الدخل كيجيسا يحفظ منهم وكيعطيهم واحد المدق اللي هو يزوين سافي غدي ندوزوا باش نقليهم غدي ندير واحد المقيلة فيها الزيت ورهام ما كتتاخدش الزيت نهائيا لك الكيميه اللي غدي نطيبوهم فيهم غدي نتحتاجوها ان شاء الله وتخدموا بها ماشي ضروري غدي نتوضفوها في هاد يعني في هاد الكروكيت وتلحوم لا تخدموا بها لانها كتبقى نقية غدي نصفيها وغدي نخدم بها كردو البال مع زيت يعني نشوفوها انها سخنات سوف يمكن بداء نحط مباشرة هاد الكويرات هادو منين كتحطوهم كتديرو النار متوسطة لان هاد الكويرات كانوا عندنا في المجمد باش ما يتخطفوش في اللون ديالهم ويبقوا لنا اه يعني ما مقرمشينش مزيان او لما طيبينش مزيان نقصو درجة الحرارة انتو ما كتقلبو فيهم عن الجهات كاملين حتى كي ياخدوا واحد اللون موحد وكي طيبو مزيان يعني حاولو او لاردو البال انهم ما يتخطفوش لكم في طيب ديالهم سوفي غدي ناخد واحد طبي صيل فرشو ورق المطبخ او لا الورق من الشاف انا ما توفرش لي هاد شعلاش ما وضعتوش او لا ما مخدمتوش شوفوا معي الزيت را كتبقى فيها واحد شوية ديال سميدة هاد زيت طيبو بها ما كتب دلتشي حاجة ما فيها لانك هلتشي حاجة سوفي غدي نضيف كيمياء المتبقية وشوفوا اللون ديالهم وصدقوني اخواتي هادو راني طيبتهم بالليل يعني واحد الوقت اللي هو متأخر في الليل بحلها كعالحسب تصوير المهم الإضاءة راها كتلعب واحد دور واحد اللون ما نقول لكم فيهم واحد اللون دهبي رفقتهم مع كيتشوب ومايوناز للوليدات شوية ديال الخص بحول نقطار حالكم ان شاء الله تحليه او لا ديسر التفاح كي اجي قد يجي مدد بزاف في الوقت بالتفاح هاي ها هي ها هي ها هي ها عندي جوج حبات ديال تفاح وعندي ها الفلون هذا الصغير اللي ما كيكونش فيه السكر وعندنا نسي طرد الحليب وعندنا اه اا السكر وعندي إنشا في الخلاط الكهربائي بالنسبة للتفاح ندرها بالقشرة دياله يعني ما غديش نحيدوا له قاع القشرة اللي فيه كنحيدوا من دوك العظيمات اللي كيكونوا في الداخل كنقسمها على 4 بطبيعة الحال كتكون مغزولة هذا بحل كيف نقوله كريم كراميل اكس بريس كيوجد بسرعة واحد معلقة كبيرة ديال النشا ممكن تعودوها بودرة الباتيسير وعندي نصيطر ديال الحليب الاخوات اللي باقي ما شافوش تحليه ديال الكاكي جربوها وردو علي الخبار واللي بغا تشوف تطبيقات دخل مجموعة ديال واتسابرة كنخليها في صندوق الوصف تشوف تطبيقات ديال الاخوات في هاد التحليه هادي يعني جوش المكونات عندنا فيهم الكاكي والحليب صفي وكان خدموهم كيوجدو او كيجمدو بسرعة في واحد الوقت اللي واقسر جمعت المكونات كاملين اللي هما الفلوم مع السكر القياس ديالكم ديال السكر جوج مع القبار سوف يتطحنو الكل في الخلاط الكهربائي حتى غادي نتطحنو مزيان سوف يجيب صفي باش غادي نصفيهم وغادي نوضع هاد الكاكسرول فوق النار شوفوا معي من الكنصفي كنحيدو كل قشور ديال التفاح غادي نوضع هاد الكاكسرول فوق النار يدي نايد التحرك ما نتوقفوش لانا كيكون عندنا فيها الفلو عندنا فيها النشا غير كتغلاء وتعاود غادي نحيدوها ونجيبو الكويسات فاش غادي نفرغوهم او لا فاش غادي نقدمو هاد الدسير هادا او لا هاد التحلية ديال تفاح واحتهية كتوجد بسرعة لمرافقة الاطباق ديالكم اختارت هاد زليفات هادو او لا ممكن يكونوا كويسات غادي نتخليوها تبرد على جنب بطبيعة الحال كنخليوها فوق طاولة العمل او لا ارضيات العمل حتى كتحيد منها او لا كتهدن من هذيك درجة الحرارة احد كتتوضعوها في تلاجة هنه غادي نرفقوها او لغنزينوها بواحد جوج حبات ديال التفاح اللي كانو نضح معاهم واحد طريف ديال زبدة ومعاهم واحد المعلقة كبيرة ديال السكر اللي بالنسبة التفاح راني مقشرة وحك عليه او لا دير عليه قطرة ديال عصر الحمض باش مكي تأكسج واحد المعلقة ديال السكر معلقة ديال الزبدة وكانو وضعهم فوق النار يديني يتحرك ديال فواكه الجافة او لا اه سوريز اه كونفي تال الخر باشك يعطينا ذاك اللون وشوية ديال الاناناس او لا المهم هذوك الفواكه الجافة المعسلة فيهم حتى الكيوي كيبال لكم اللون دياله خضر حتى تعسلهم ع بعض ديتهم وزيينت بهم الدسير ديالي ارشيت او لا اعفوان درت خطوط ديال الكراميل وها التحلية ديالنا واجدة بتفاح كتجي زوينة بزاف وكتجي لديدة ندرسوا نشوفوا مع بعض ديتنا شربة اراكم عارفي الاسبوع كامل ضروري ندروا شي شربة او اللحساء ندفيوا به الاجسام ديالنا هذي البلبولة بالاعشاب يعني كتجي مزركشة بالاعشاب صحية بلبولة ديال الشعير ناخد البلبولة ديال الشعير هنا عندي المتوسطة ممكن تدروا اللي بغيتوا يعني الكبيرة او اللي الرقيقة اللي كتبغيوا وفي فيديوهات سابقة تقسمت معاكم البلبولة بمدق ديال الحريرة يعني كتجي على طيبة ديال الحريرة محمضة يعني بالقوام ديال الحريرة بالكرافاس بالماطيشة هذي بالاعشاب كنغسلها مزيان مرة وجوج حتى غدي تحيد هذك كنسميه ذك سفاء او اللا دوك القشيرات اللي كيكونوا فيها ديال الشعير كنصفيهم مرة وجوج حتى كتنقى صفي وغديا او بطبعة الحال كنرطبوها نخلي وههم رطبة هنا المكونات اللي غدي نوضفوا مع هذ اولا الاعشاب باش غدي نرافقوهم اولا اللي غنطيبو بيهم هنا عندي سانوج عندي زرعة الكتال عندي اه حب برشاد عندي ضريسات ديالتومة عندي الزعتر عندي زرعة زرعة لبسباس عفوال وهناي عندي الحلبة اللي توفر ليكم ما شي ضروري ديروهم كاملي ولكن لي توفر ليكم هذ الحبوب ديروهم كيف قلت زرعها الكتال حب برشاد الحلبة السانوج الزعتر زرعت لبسباس وعندي اضريسات ديالتومة بالقشرة ديالهم هه هنا غدي ناخد واحده الطنجرة اللي غد نحك فيها حبة وحده ديال البصل بالانسبة للاخواطس المعقلتش او اللي ما عرفتش غدي نعود ونكتبهم لكم ان شاء الله في التعليق او في صندوق الوصف حكيت بصلة في الحكاكة الغليضة سنضيف لها كمية اللماء ونشعل عليها البوطة هنا عندي الخضر كتسلق يعني ما عندها علاقة ب هاد الشربة دينا غير حطها على جنب لانني كنت محتاجة هاد الخضيرة هادي كتسلق ضبت مع الكاثرول او لف القاملة لعفوال اللي غادي نطيبوا في هاد الشربة او هاد الحسواء الزيت البلدية وبطبيعة الحال غادي نحتاج الملح القياس اللي غادي يتملح لنا غادي نضيف شوية ديال سكنجبير الخرقوم صحية مليون في المئة اخواتي وبنسبة له هاد الحبوب هادو كنغسلهم وكنصفيهم في صفاي هنتم ما كتشوفو كنديرهم في صفاي لان منين غادي نغسلهم ماتلا مشي زليفة ضروري تصفوهم في صفاي باش غادي نتزومها كي لا فيهم اشتراب او لشي حاجة كي تبقى حات لف القاعدة ديال 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 اللي غسلتهم فيه وحب رشاد راكي تلصق مني كتغسلوه ضروري انكم تصفيوا باش يزوه صفي كان نوضع الكل في هاد القاملة اللي فيها البصلة مع الزيت البلدية كيف قدت لخرقهم سكين جبير ومليحة مباشرة غادي نصفي احتها هاديك البلبلة وغادي نوضعها في هاد القاملة هادي وغادي نخليهم يغلوا ويعودوا يلا كان عندكم شوية ديال الوقت مثلا بغيتوه من العشية يعني بعد مره تديرها كيف يفطر بها الصبح يلا بغيتوها في العشية كيف كنقوله عشية من امور العصر حنا الناس البلديين ديال الزمان كنقوله من امور العصر صفي غادي ننوض ندير هاد البلبلة غير تجيب الغليا غادي نطفع لها ونغطيها ونخليها كيف كنقوله كتفيخ او اللي كتتحل في ديك سخونية ما نخليها شاعل عليها كنتو غادي نطيبها مباشرة صفي كتخليها شاعل عليها مره 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 كتبقوا تحركوا فيها كي بقيت لكم وبعد المره تلا بغيناها الصباح في الليل كنخليها كتجيب الغليا صفي ونغطع عليها في الصباح كنلقوها واجدة هاد الشي اللي بغيت نوصل لكم أخواتي وسمحوا لي فيها كترات الهضرة وفيها كنبقى نقول حاجة ونعودها كنبغي نوصل لفكرة كتبقات غلو تعاود حتى كتب لنا ديك الحبوب اللي عندنا لان الحلبة راكم عارفينها كتاخد شوية ديال طياب البلبولة هي تاخد حقها في الطياب هاد الخطوة هاد فاش كتب لنا وضروري كنبقوا معريين عليها لانها كتفيض المبتدئات بطبيعة الحال فاش كنلقاها صفيرة لانها طيبة وواجدة هاد الخطوة هادي كتبقى اختيارية كاين اللي كيشربها هكا او اللي كيقدمها هكا مع زيت البلدية وكاين اللي كيوضع فيها شوية ديال الحليب يعني باش كين بعض الاخوات غيقولوا لي غير صحية كاين اللي كيبغي يشربها بالحليب وانا شخصيا كتعجبني بالحليب ولو غير واحد شوية كنهرس دك الجهد ديالها كيف كنقوله واحد الكويس ديال الحليب بوريسيمة ولكن عندكم الحليب بوريسيمة ومو الخميسة القديم 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 ديال زمان هدا كيجي فيها جوية سوف ندخلها بالغلية والشربة دينا صحية وجدة كانت جيدة اخواتي ما تشبعوش منها واللي بغت بالبولة ديال الشعير بمطيشة او بمطق الحريرة نخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندق الوصف نتمنى اخواتي الاقتراحات اللي تقسمت معكم تكون نال تستحسنكم ما تبخلوش عليها بتجاعة ديالكم والله يجازيكم باخير لايك وتعليق اخواتي مشكورات قليب وريضع اللي قصب الله من عندكم هذا كيخلي الفيديو تقترح على اخوات اللي ما مشتركينش في القناة وكيوصل يعني الواحد العدد كبير من الناس يالها اخواتي اي سؤال اي استفسار مرحبه والف مرحبه طلباتكم اوامر الاخوات اللي عندهم شي اقتراح او لا طلب مرحبه والف مرحبه خليتليكم الراحة وانتلقوا ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبكم في الله اخواتي اشتركوا في القناة